ولكن هل في مفاهيم غير صحيحة عن الغفران؟ بالضبط كده، إزاي نتشفي من مشاعر المرارة لازم أفهم أصلاً إيه هو معنى الغفران الحقيقي لأنه في مفاهيم غلط عن الغفران أول حاجة يقولك أنا أختصر أو أتجنب الشخص عدد كبير من الناس لما شخص بيسئلهم تلاقيه يتجنبه ويش عايز يتعامل مع تاني وتبقى العلاقة بينهم سطحية زي ما قلنا قبل كده ويقولوا زي ما قلنا برضو المثل بتاعنا الإختصار عبادة في الحقيقة التصرف ده مش صح ليه بقى؟ لأنه محلش المشكلة محلش المشكلة أوقات كتير بتبقى الإثاءة بأصد أو بدون أصد لو الإثاءة بدون أصد أو بدون فاهم حتى ممكن لو عارف الشخص اللي أساء ليه هيجي ويعتذر ويفهم غلطه وأنا هقبل اعتذره وخلاص مش هي ممكن تكون كده بتكون بدون أصد فبالتالي إن أنا أتجنب الشخص دوت أو الموضوع ده مش هيشفي المشاعر اللي عندي اللي تكونت عندي لكن هتسكن في الله شعور زي ما قلنا قبل كده وتأثر علينا وتأثر على تعاملنا مع بعض تاني مفهوم غلط يبقى أول حاجة التجنب ده غلط ده مش هو ده معنى الغفران التجاهل برضو ده مفهوم غلط أوقات ناس كتير تتجاهل أو تتناسى الإثاءة أو الجرح يقولك وده بيتزود على فكرة الموضوع أكتر يتقلوا بالضبط كده الصمت ما بيشفيش مشاعر المرارة لما تتجاهل الغضب والجرح وتتعامل معاك كده كأنه حاجة يعني طبيعية يعني مثلا نقول كده لأ أنا هتعمل معاك بطريقة وتجاهل الغلطة كل ما شوفه هفتكر الغلطة وهتعب أكتر وأكتر الإثاءة والجرح مش ممكن يتنسوا لكن بيسكنوا قلنا في اللي شعور وده بيأثر على كل واحد فينا لما ييجي ناخد قراراتنا وخصوصا لما بتعامل مع الشخص الأسائلية ماذا مع الزمن؟ بالضبط كده يعني مثلا ولكن الزمن كفيل ناس تقولك كده يعني الغفران يا ترى ممكن يحصل مع الزمن طبعا دي أكتر من أكتر المفاهيم الغلط الزمن مش كفيل أبدا إنه هو يضمد الجروح وعمليا خباها جوه بالضبط وعارف حديثك هو ممكن أنا مع الزمن أنسف تفاصيل لكن دايما أفتكر إن أنا تجرحت إن أنا تظلمت إن أنا اتهنت إن أنا حد أزاني إن أنا حد غضر بي إن أنا حد خني فدايما هفتكر النتيجة حتى لو الزمن نساني الديتيلز بدليل عارف حديثك إيه الحوادث طار اللي بنعرفها عندنا في بلدنا في بلدنا صح سنين بتعدي لكن لازم ياخد بطاره فده بالنسبة للزمن فالغفران لا يكون شكلي ولا نسيبه للزمن ولا نتجنبه ولا نفتكر إن إحنا كده نسينيه لا لا ولا حتى التأقلم والناس تقول لك إيه خلاص أصلا تعودت بقى أنا أتأقلمت وحدة مع جوزها مثلا دايما يكون ألفاظ وجرحة معيها دايما ينقضها دايما ما بيتكلمش عن مشاعرك فيها فتقول لك إيه خلاص أنا تعودت اشتركوا في القناة